راح نتعرف بهذا الفيديو على كيفية استخدام أشريطة البيانات الديناميكية وهي شبيهة جدا بأشريط البيانات اللي تعلمناها بفيديو التنسيق الشرط البسيط ولكن بهي الحالي أنا بقوم بوضع قيم ضمن خلايا مرجعية خلونا نشوف كيف كان يتم هذا الأمر راح نشوف بداية شو المطلوب مني بهي المسألة المطلوب مثل ما نكم شايفين هو استخدام أشريط البيانات الديناميكية والمقارنة مع قيم الخليتين R1 و S1 بداية ما نقوم بتحديد الخلايا وبنذهب إلى تنسيق شرط بنذهب إلى أشريط البيانات ولكن بدل ما نختار واحد من هدول الألوان راح نختار قواعد أضافية راح تظهر عنا هي النافذة وهي نافذة قاعدة تنسيق جديدة طبعا بهي النافذة مثل ما نكون ملاحظين في عندي شيء اسمه الحد الأدنى والحد الأقصى طبعا الحد الأدنى والحد الأقصى هنين حدود تلقائية يعني فعليا برنامج إكسل عم يقوم باحتساب كافة البيانات الرقمية وإنشاء حد أدنى تلقائي وحد أقصى تلقائي فبدا ما يقوم برنامج إكسل باختيارهم بشكل تلقائي نضغط على هذا السهم وبنختار رقم راح نلاحظ أنه القيمة الافتراضية هي رقم صفر بنقوم بحذفها بنقوم بتحديد الخلية R1 فإذن الآن أصبح الحد الأدنى هو الخلية R1 مثل ما كم شايفين أما بالنسبة للحد الأقصى فإيضا منقوم باختيار رقم والقيمة بدل الصفر بحذفها وبقوم بتحديد الخلية S1 فإذن أصبحت القيمة الدنيا اللي عم بيقارن فيها هي R1 والقيمة العليا هي S1 الآن ممكن قوم بتعديل اللون الخاص بالتعبئة فمثلا بدل هذا اللون أنا ممكن أختار هذا اللون الآن بضغط على موافق خلونا الآن نقوم بوضع قيم داخل هي الخلايا فمثلا القيمة الدنيا رح إخدارها صفر والقيمة العليا رح تكون خمسة مثل ما كم شايفين قام برنامج Excel بتوزيع الألوان بناء على هاتين القيمتين فإذن الآن أي قيمة أكبر من أو تساوي خمسة رح يقوم برنامج Excel بتلوين الخلية بالكامل فمثلا لاحظوا هذه الخلية قيمتها هي خمسة فقام برنامج Excel بتلوينها بشكل كامل الآن لو عدلتها مثلا إلى قيمة 2 فلاحظوا قام بتخفيض اللون لو عدلتها إلى 20 فرح يقوم أيضا بتلوينها بالكامل الآن لو قمت بتعديل الحد الأدنى إلى رقم 15 والحد الأعلى إلى رقم 20 مثل ما كم شايفين أصبح لدي توزيع جديد للألوان فمثلا هذه الخلية اللي فيها قيمة 20 قام بتلوينها بشكل كامل هذه الخلية اللي فيها رقم 18 قام بتلوينها بشكل منتصف الآن لو قمت بتعديلها إلى 15 فلاحظوا أنه ما قام بتلوينها أبدا لأنه فعليا الحد الأدنى هو 15 أما لو قمت بتعديلها إلى 25 فرح يقوم بتلوينها بشكل كامل فإذن بهذه الطريقة أنا أقوم بإنشاء أشرطة بيانات ديناميكية داخل برنامج Excel من خلال استخدام خلايا مكجعية للمقابل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر